اشتركوا في القناة قيمة الرقم في الاحد وقيمة الرقم في العشرات والفرق بينهم في درس اليومي ابطال سوف نتعلم ثلاث علامات جديدة او ثلاث اشكال جديدة في مقارنة الاعداد وهما بالترطيب اكبر من اصغر من يساوي اكبر من اصغر من يساوي علامة اكبر مني ابطال هذه العلامة تكون في اتجاه اليمين الفتحة تكون في اتجاه اليمين وهذه اكبر من اصغر من تكون في اتجاه يد اليسار ويساوي طبعا اعلامة معروفة كل من اعرفها علامة يساوي نذهب الى الدرس يقول عشرتان اكبر من عشرة واحدة في قيمة او في منزلة العشرات 26 اكبر من 15 طبعا معروفة العشرات متساوية ولكن 4 احد اصغر من خمسة احد 34 اصغر من خمسة وثلاثين العشرات متساوية والاحد متساوية 33 مساوي 33 هنا اتعلم شيء ابطال في انت المقارنة انظر الى قيمة رقم الى منزلة انظر الى الاحد والى العشرات هنا العشرات اثنان وهنا العشرات واحد اذا اثنين او عشرين اكبر من العشرة على طول وانا مغمض اضع علامة اكبر من وقلنا علامة اكبر من تكون في اتجاه يد اليمنى على يد اليمين طيب هنا في العشرات في العشرات متساوية 3 و3 انظر الى الاحد الاحد هنا اربعة والاحد هنا خمسة اذا اربعة اقل من خمسة اصغر من الخمسة اسم عزرة وارسم علامة اصغر من وهي تجاه يد اليسار العلامة الثالثة انظر الى العشرات ثلاثة وثلاثة متساوية انظر الى الاحد ثلاثة ثلاثة متساوية اذا اضع علامة يساوي اضع علامة يساوي طيب نذهب الى التدريبات والاستعمل المكعب او صفوف احوط اكبر من او اصغر من او يساوي عندي هنا سؤال اول سبعتاشر وضع علامة اصغر من وضع علامة اصغر من واحد وثلاثين ليه طيب نضع علامة اصغر من ننظر الى العشرات ننظر الى العشرات العشرات هنا واحد اما هنا ثلاثة واحد اقل من ثلاثة او اصغر من ثلاثة اضع على طول علامة اصغر من وهي باتجاه يدي اليسار هنا احوط على الجملة اللي بالوسط سبعتاشر اصغر من واحد وثلاثين وثلاثين السؤال الثاني ستة وثلاثين ووضع في الدائرة يساوي ستة وثلاثين ليه انظر للأحد والعشرات انظر للعشرات اولا هنا ثلاثة عشرات وهنا ثلاثة عشرات يساوي الاحد ستة احد وستة عشرات ايضا يساوي بوضع علامة يساوي ارسم دائرة يا ابطال على الجملة الاخيرة ستة وثلاثين يساوي ستة وثلاثين السؤال الرقم اثنين استعمل مكعب والصفوف واكتبه اكبر من او اصغر من او يساوي في الدائرة هاني ابطال مرة ثانية علامة اكبر من كأنها تأكل الرقم الكبير تفتح فمها تفتح فمها الى الرقم الكبير علامة اصغر من ايضا باتجاه الرقم الكبير اصغر من او يساوي طبعا معروفة السؤال الاول 27-15 اكبر من او اصغر من او يساوي 15 انظر الى العشرات العشرات هنا في 27 اثنين والعشرات في 15 واحد اذا اثنين اكبر من اكبر من الواحد يبا 27 اكبر من 15 اضع علامة اكبر من هذه العلامة الاولى. علامة اكبر من. السؤال رقم اربعة. تسعة وتسعين. تسعة وتسعين. انظر الى العشرات. تسعة تسعة يساوي. والاحاد تسعة تسعة ايضا يساوي اذا. تسعة وتسعين يساوي تسعة وتسعين. نذهب الى المسألة الرقم خمسة. سبعة اربعين نقطة اربعة وسبعين. ان الارقام متشابهة شباب. نفس الارقام ولكن تختلف قيمة الرقم. تختلف قيمة الرقم. فهنا اه الاحاد سبعة وهنا الاحاد اربعة. طيب شوف العشرات. العشرات اربعة والعشرات هنا سبعة. اذا الاربعة اقل من او اصغر من السبعة. اضع الرقم الكبير. باتجاه الرقم الكبير ولكن اقلعها اصغر من. رقم ستة. ستين تسعة وخمسين. انظر للعشرات. هنا العشرات ستة. وهنا العشرات خمسة. اذا الستة اكبر من الخمس. اضع علامة اكبر من. السؤال سبعة. تلاتة وستين. ستة وتلاتين. الارقام متشابهة ولكن تختلف قيمة الرقم. اه من حيث منزلته. هنا الرقم ثلاثة في الاحاد. اه الرقم الثاني هنا في ستة وثلاثين. رقم ثلاثة في العشرات. او الرقم ستة في الرقم الاول تلاتة وستين في منزلة العشرات. اما في الرقم الثاني ستة في منزلة الاحاد. انظر الى العشرات. ستة في الرقم الاول العشرات ستة. الرقم الثاني العشرات ثلاثة إذن الستة أكبر من الثلاثة أكبر من الثلاثة سرقم ثمانية واحد وخمسين تمانية واربعين أيضاً أنظر إلى العشرات العشرات هنا خمسة العشرات هنا أربعة والخمسة أكبر من الأربعة أكبر من الأربعة أتحدث كيف أعرف أن ثمانية وأربعين أكبر من ثمانية وثلاثين بالنظر الى العشرات اشوف 48 العشرات هنا 4 38 الاحاد 3 والاربعة طبعا اكبر من الثلاثة اتدرب ولاستعمل المكعب والصفوف واحوط اكبر من او اصغر من او يساوي سأرقم 10 64 اكبر من 23 اهدصهم دائرة حول اكبر من الجملة الاولى سأرقم 11 19 يساوي 19 ارسم دائرة على الجملة الصغيرة السؤال الثالي الساعة من نكعب وصفوف اكبر من او اصغر من او يساوي في الدائرة 41 اكبر او اصغر او يساوي 91 بالنظر الى العشرات 41 العشرات اربع 91 العشرات تسعة اذا اصغر من 41 اصغر من واحد وتسعين سؤال تلاتاشا تلاتة وخمسين تلاتة وخمسين العشرات متساوية والاحد متساوي اذا مساوي 87 78 الارقم متشابه لكن تختلف في القيمة تختلف في قيمة الرقم انظر الى العشرات ثمانية العشرات سبعة اذا سبعة وثمانين اكبر من تمانية وسبعين سؤال رقم خمسطاشر نخطم بالترتيب يا بطال سبعة وثلاثين خمسين بالنظر الى العشرات العشرات ثلاثة الرقم الثاني العشرات خمسة اذا سبعة وثلاثين اصغر من خمسين سؤال رقم تمنتاشر 82 86 انظر الى العشرات متساوية ثمانية وثمانية انظر الى الاحد الاحد هنا اثنان وهنا ستة اذا 82 اصغر من 86 سؤال رقم واحد وعشرين 84 48 الاداد متشابهة ولكن تختلف القيمة تختلف القيمة انظر الى العشرات هنا ثمانية وهنا اربعة الثمانية اكبر من الاربعة اذا اربعة وثمانين اكبر من ثمانية واربعين طيب سؤال رقم ستاشر 56 63 اكتب 56 اصغر من 63 45 33 اكتب 45 اكبر من 33 سؤال رقم اتنى عشرين 63 28 او يبن 63 اكبر من 28 99 99 99 اكبر من 90 92 29 ايضا هذه المسألة العرقم متشابهة ولكن تختلف القيمة 92 اكبر من 29 10 90 طبعا العشرة اصغر من 90 تفكير الناقد في سلتي عدد من الثمرات عددها اقل من 25 حبة واكثر من 21 حبة اكتب عدد ثمرات التي يمكن ان تكون في السلة وطبعا اه هحصل العداد بين واحد وخمسة بعد الواحد طبعا اثنين ثلاثة اربعة اذا سوف تكون 22 23 24 والله هنا ابطال ينتهي درس اليوم والعلقاء في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة